اشتركوا في القناة وعلى ضو الاحتفاء بكافة مجالات مشاركة المرأة البحرينية في قطاعات العمل والإنتاج وفي الحياة العامة أعلن المجلس الأعلى للمرأة وفي مناسبة الذكرى الحادية والعشرين على تأسيس عن هوية يوم المرأة البحرينية للمرحلة المقبلة والتي ستكون جامعة وشاملة للإنجازات المتجددة لنساء البحرين تحت مظلة شعار المناسب الرئيسي قرأت تعلمت شاركت وهو شعار ينطلق من عراقة البدايات الأولى والمبكرة للمرأة البحرينية ويواصل تحليقه في سماء مشاركتها الواعدة والطموحة وقالت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذ هالي الأنصاري بهذه المناسبة إن مبادرة يوم المرأة البحرينية طوال الفترة الماضية وبناء على توجيهات كريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة عاملت على أكثر من صعيد عند تخصيص موضوع المناسبة عبر تنشيط جملة من البرامج والفعاليات استعدادا ليوم المرأة البحرينية والتي تركز في مجملها على جوانب التقصي والبحث عن مجالات وفرص التحسين في كل مجال بعينه وبناء على ذلك استطاع المجلس أن يستثمر تلك النشاطات بمخرجاتها للبناء على ما تحقق والتوصي بما هو لازم لتطوير أوجه ومجالات مشاركة المرأة البحرينية ويعظم من أثرها مضيفة أن يوم المرأة البحرينية للعام 2022 والأعوام المقبلة سيستمر في طار أهدافه ذاتها بتسليط الضوء على الأثر التنموي المتحقق كنتيجة لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وأطر العمل المنبثقة منها عبر إبراز وتوضيح طبيعة المتحقق على أرض الواقع سواء كان بصيغة مؤشرات كمية أو نوعية تتمثل في بيان التقدم المحرز والتعريف بقصص النجاح والترويج للممارسات والتطبيقات النوعية التي تشجع على التطوير الذاتي واستثمار الفرص للوصول إلى حلول مبتكرة وإسهامات مستدامة تعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي وبما ينعكس إجابا على مؤشرات التنمية الوطنية الشاملة وما تجدر له الإشارة فإن شعار يوم المرأة البحرينية قرأت تعلمت شاركت يختزل المراحل المتدرجة لمسيرتها الواعدة والعامرة بالعطاء الوطني والقائمة على ثلاثة مرتكزات ترجمة نانسي قنقر